مع ارتفاع درجات الحرارة ورطوبة في مدوريات ساحل حظر موت إلى ما يزيد عن 40 درجة مئوية تجهد معظم المدوريات عودة الانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي دون أي توضيحات رسمية من قبل الجهات المعنية وبلغت عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي في مدينة مكلة أكثر من 16 ساعة في اليوم الواحد فيما تضاعف الساعات الانقطاع بمدوريتي الشحر والغير نتيجة نفاذ الوقود وصيانة أحد مولدات محطة الفقد السقطري الأربعين ميقا هذا وعبر المواطنون عن استيائهم الشديد لعودة انقطاع التيار الكهربائي وخصوصا مع ما يسمى محليا بالأربعينية التي ترتفع فيها درجة الحرارة والرطوبة